السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفئة الخطف والنتر والمجموع للفئة الوزنية 56 كيلوغرام ونبقى مع أخبار دورة الألعاب الرياضية الثانية لدول المجلس التعاون الخليجي حيث حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد وفوزا مستحقا على شقيقه القطرية ب31 هدفا مقابل 25 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صلة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية وكان شوط المباراة الأول قد انتهى لصالح منتخبنا الوطنية ب14 هدفا مقابل 10 أهداف وفي منافسات الكرة الطائرة بذات البطولة واصل منتخبنا الوطني الأول لمسلسل انتصاراته بعد أن طاحا بصاحب الأرض والجمهورة المنتخب السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة ليرفع منتخبنا رصيده إلى ثماني نقاط ويقترب من المحافظة على لقاب الخليجي حيث سيواجه يوم غد نظيره العملي في آخر مبارياته في البطولة أقيمت أولى فعاليات موسم قفز الحواجز بإقامة الدورة التدريبية الأولى على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة واصلت مشاركة كبيرة من قبل فرسان المملكة من فئة الناشئين والكبار والتي تخذ لها الاتحاد الملكي للفروسي وسبقات القدرة كافة الترتيبات لإنجاح هذه الدورة الأولى وانطلقت البطولة التدريبية بإقامة مسابقتين حيث تمكن الفرس يحيى أحمد على الجواد إيثورست من تحقيق المركز الأول في المسابقة الأولى بينما توجه الفرس أحمد منصور على الجواد إدواردو بطل المسابقة الثانية عقد يوم أمس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم في فندق أرتروتنا بجزر أمواج وذلك برئاسة أسعدة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم حيث شهد الاجتماع حضور جميع الأندية التسعة عشر عدى الناديي قلالي والاتحاد وتم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى عضوية الاتحاد الخليجي والذي يترقب أعلان تأسيسه خلال الفترة المقبلة بفكرة من قطر التي ستكون مقرا لهذا الاتحاد